السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر رحمة العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاول الاعدادي هناخد النهاردة الجزء التاني والاخير من الوحدة التسعة هنتعرف عن نقطة الصحيح بتاع الكلمات وهنحل عليها اسئلة هنشرح الجرامر بالتفصيل ونحل عليها اسئلة ونتعرف على افضل طريقة لحل سؤال المحادسة وسؤال البراجراف والجديد معنا النهاردة لكل الناس اللي بتسأل عن كافية التواصل مع المستر وبترسل اسئلة في التعليقات كتيرة عملنا جروبات واتس لكل المراحل والتفاصيل هتلوها موجودة على المنتدى بتاع القناة او موجودة في الوصف اسفل الفيديو نبدأ بقى مع اهم كلمات لسونز ثري اند فور هقرأ كل كلمة مراتين زي ما احنا متعودين بعد كان حل لبقى سؤال اسمه بوب كويز طبعا سؤال ده على الكلمات اللي سألينها حالا دلوقتي تمام بيجيب لي هنا خمس كلمات واربع جمل يعني جيب كلمة زيادة بقرأ الكلمات وافهم معناها وابدأ اشوف كلمة في المكان المناسب ده بيختبر مدى فهمي لكلمات وحفظ الجزء اللي فدها تمام نشوف اول حاجة هنا اقول لي خط سكة الحديد تحديات قولك موجود ايه في السماء الجوه هيبدأ اي مطر طبعا هنا بيتكلم على ان فيه صحب مغيمة في السماء يبقى دارك كلاوز يبقى نمبر ون تمام يعني توبسات والسيارات والقطارات تعتبر وسائل ايه طبعا دي وسائل المواصلات يبقى means of transport نمبر ثري leave people have many when they communicate with others هاتولك الناس اللي هم الصم لهم ايه كثير عندما يتواصلوا مع بعضهم هم لهم ايه يتروا ال railway lines وال challenges وال articles هم المفروض هنا بيعندهم تحديات بتواجههم كتيرة لما يعوزوا يتواصلوا مع بعضهم لهم الصم لازم ان يكونوا عارفين لغة الاشارة وهكذا يبقى هنا نمبر ثري هتبقى ايه challenges امام نمبر فور trains and the underground يعني الكطارات ومتر الانفا go on هما بيصيروا على ايه طبعا بيصيروا مع الخط السكة الحديدة railway lines لأي خطوط السكة الحديدة نكمل بقى اهم الكلمات postcard postcard presentation presentation fire fire eagle eagle mirror mirror sun glasses sunglasses protect protect top top frightened frightened dry 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 trek trek بعد كده famous cities and countries يعني مدن مهمة او مشهورة وبلاد مشهورة او دول مشهورة ايجيبت 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 ساوث افريكا ساوث افريكا اومان اومان سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو the usa the usa london 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 draben draben india india monday monday دي مدينة في الهند england england hong kong hong kong south america south america kolkata kolkata new york new york بعد كده كلمات خاصة بالtox اول حاجة عندي هنا rain يعني مطر طبعا لو الجو ممتر هقول rainy sun شمس لو جو مشمس هقول sunny ملاحظين حاجة؟ بيحول هنا او بيحط هنا حرف ال y عشان يجيب الصفة من الاسم دي حاجات يا جامعة خاصة بالtox cloud سحابة cloudy ملبط بالسحاب snow هنا جليد snowy يعني مكسوب الجليد او مثلك storm عاصفة stormy عاصف wind رياح windy عاصف او شديد الرياح fog ضباب foggy ضبابي بعد كده اشكال المواصلات او وسائل النقل cars cars ships ships planes planes trains trains ناخد listen for mistake 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 complete 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 British British return return introduction introduction character 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 chart chart support support بعد كده تصريفات الأفعال conjugation of regular verbs الفعلة طبعا الأولين المدارع باقي كده الماضي وتصريف التالت hurt 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 التلاتة زي بعض خلي بالكم يعني يجرح او يوزي speak spoke spoken till told told بعد كده كلمة وعكسها dark غامق او مسلم عكسها طبعا light فاتح east shark عكسها west غرب with مبتل عكسها dry جاف باقي كده ناخد الجزء الخاص بالايه بالتعريفات definitions لاني عليها السيلة في اللي هي الاختيارات cloud او cloudy طبعا السحابة او ملبت بالصحب a cloud is a white object ده بيه شيء السحابة ده عبارة عن شيء ابيض في السماء that floats in the sky يطفو في السماء when they are clouds in the sky the weather is cloudy ده ما يبقى فيه صحب كترة في السماء يبقى التقس ايه ملبت بالصحب والغيوم fog and foggy fog is a very low cloud تعتبر الصحابة منخفضة when it comes او becomes difficult to see very far لما يبقى فيه صعوبة في الرؤية على مسافة بعيدة يعني when there is fog لما يبقى فيه ايه ضباب the weather is foggy يبقى الجو ملبت بالغيوم او الضباب rain and rainy rain is water that falls from the sky لهم طبعا عارفين النية المياه لابتتسكت منه من السماء when it rains لما طبعا ايه الجو بمطر the weather is rainy الطقس يكون ممطر snow and snowy snow is like cold يعني هنا يقول لي الجليد زي لأيه زي البرد soft white rain تعتبر امطار بيضاء ممكن نقول ناعمة زي يقولهم cold باردة جدا and falls from the sky وتسكت من السماء when it snows لما جاء يقوم بسقط الجليد يعني the weather is snowy يبقى التقس ايه جليدي wind and windy windy is the movement of air طبعا الرياح ديات هي حركة ايه حركة في الهواء when the wind blows لما ريحت اهب the weather is windy التقس يكون ايه عاصف storm and stormy a stormy is very bad weather الرياح هنا تعتبر ايه يعتقس سيء جدا with a lot of wind and rain or snow يعني فيها ايه الرياح كثيرة وامطار كثيرة وقليد كثير when there is a storm عندما يكون هناك ايه عاصفة the weather is stormy يكون الجو ايه عاصف sun and sunny the sun is what gives us light الشمس دياتي اللي بتديني له الضوء when the sun shines لما الشمس تسطع the weather is sunny يكون التقس ايه مشمس protect يعني يحمي look after or keep safe يعني يحافظ عشيء في امان او يعتني به railway line خط سكة حديد the metal data train travel zone الجزء المعدني اللي القطر بي ايه بيسافر عليه وده اسمه ايه railway line challenge تحدي a difficult task or problem يعني مهمة صعبة او مشكلة صعبة تمام بعد كده ناخد حاجة اسمها collocations متلازمات لفظية يعني ايه متلازمات لفظية يعني فعل معين بيجي مع كلمة او كلمتين تمام او تعبير بيدي معنى معين يعني مثلا كلمة make معناها يصنع لما تيجي مع كلمة salad يبقى make a salad يجهز الصلطة make مع كلمة a cup of tea يجهز كوبنا الشاي make a mistake يرتكب خطأ make breakfast يجهز الافطار يبقى كلمة make بيدغار معناها حسب اللي بيجي معها take يعني يأخذ لما تيجي مع كلمة a photo take a photo يأخذ صورة او يصور take a challenge يأخذ تحدي يعني بيخش تحدي مع شخص معين take the ship back to بيرجع بالسفينة ايه شفتوا الكلمة take اتغير معناها حسب ما بيجي بعدها بعض الملاحظات العامة بقى general notes on reading and listening اول حاجة كلمة buy لما يجي معها الشخص معناها بواسطة this room was painted by علي الحجرة دي تم اطلاقها بواسطة من علي لكن لو بيجي بعدها مكان معناها بالقرب من او بجوار he is sitting by the fire هو يجلس بجوار الحريق او بجوار هنا النارب لان زي المدفقة مثلا buy زي الوقت بحلول ذلك الوقت buy twenty twenty five we will have built a new house لم قبل قبل الفين خمسة وعشرين او بحلول الفين خمسة وعشرين هنكون ايه هنكون قمنا ببناء منزل جديد buy زي الوقت ثلاث مواصلات معناها بواسط او عن طريق we went to Cairo buy bus روحنا للقايرة عن طريق بعد كده كلمة a bit او a little اللي هي عكسها ايه much كلمة a bit او a little لما تيجي قبل الصفة يعني بتشير ان الصفة موجودة بدرجة قليلة هو هنا بيبين لمقدار الصفة ان مقدار الصفة ده قليل في الشيء ده ده معنى ايه i am a bit frightened of dogs والله انا خايف الى حد ما من الكلاب يعني الخوف بتاع ببسيط مش كبير لكن كلمة much لما تيجي قبل الصفة طبعا ان الصفة موجودة بدرجة كبيرة لما يقول مثلا i am much frightened of dogs ده انا بخاف جدا من الكلاب يبينينا مرعوبين يبينينا ما يقدر الصفة كبيرة بجيب much لو ما يقدرها قليل بجيب a bit او a little بعد كده important expressions and prepositions حروف جرة وتعبيرات هامة دو ان اكتيفتي يقوم بنشاط at the top of the mountain في اعلى الجبل on the way down في طريق لنزول الاسفل fall over يسقط sit by the fire يجلس بالقرب من المدفقة put on a hat يرتدي كبعة come out of يخرج من at the start of the trip في بداية الرحلة put in the correct order ضعف الترتيب الصحيح ride on a camel يركب على الجمل complete the challenge يكمل التحدي give a great idea for يعطي فكرة جيدة لي travel around the world يسافر حول العالم return on يعطي في طوانين بجبارات تاريخ على اليمين return to يعطي الى مكان تلقى السوري يحقي قصة protect from يحمي من get dressed يرتدي ملابسه across india عبر الهند this sounds easy هذا يبدو سهلا keep warm يحتفظ بالدف one day earlier يوم مبكرا cook on a fire يطهو واجبع النار take the ship back to يستقل السفينة عائدا الى go around يتجول in just 80 days في خلال 80 يوما فقط travel on the sea يسافر في البحر بعد كده نيجي بقى الجزء الخاص بالمهارات مهارة reading اول حاجة ناخد نص reading اللي موجود في lesson 3 dear grandma يعني جدتي العزيزة طبعا اللي كتب الموضوع اسمها داليا موجودة فخر الخطاب we are really enjoying ourselves on holiday in south africa احنا فعلا بنستمتع بوقتنا في الاجازة في جنوب افريقيا it's a beautiful year and there is a lot to do يعني الجو جميل هنا وفي حاجات كتير نعملها yes or die was an adventure مبارح كان ايه كان مغامرة we went trekking in the mountains it was sunny رحنا طبعا ايه عشان نمارس ازاي بقولهم ايه رياضة المشي في الجبال اللي هو الترحال يعني كان الجو مش مز when we started لما بدأنا but when we got to the top of the mountain لكن بعد كده لما وصلنا لقمة الجبل we saw dark clouds شوفنا صحب ايه اللي هي ازاي بقولهم صحب مغيمة يعني تمام ملبدة بالغيوم في طريقنا بقى للنزول the rain started بدأ الجو مطر then there was a storm وبدأت تهب وعصفة the rocks الصخور where would الصخور كانت ايه كانت مرتلة and tamer في ال over وتامل الزحلة ازاي بقولهم او سقط يعني and hurt himself ويتأذب يعني اتعور but it's okay لكن هو كويس his leg is better today رجله اصبحت كويس اليوم يعني tomorrow the weather is going to be better النهاردة تقصيب ايه افضل so we are going to try zip lining هنحاول بقى نجرب رياضة ليه بقى للانزلك بالحبل ايه ما بيت frightened انا خايفة الى حد ما خوب بسيط يعني بطيام excited لكن متحمسة to see you soon اراك قريبا داليا بعدك ده نص ريدنج اللي موجود في lesson 4 هيكلم بقى على قصة اسمها around the world in 80 days حول العالم في 80 يوم by جوليوس فرن جوليوس فرن ده مؤلف كان بيعمل قصص خيالية اللي كان بيمثله جاكي شان تمام in 1872 سنة 1872 the writer جوليوس فرن read a newspaper article about a new railway line across india سنة 1872 الكاتب الاسم جوليوس فرن قرأ طبعا ايه قرأ زي يقولهم مقال في جريدة عن ايه بقى a new railway line عن خط السكة حديد across india من ايه او عبر الهند it gave him a great idea for a book طبعا ده اداله فكرة جيدة عن الكتاب he wrote a story about a British man called فيليس فوق طبعا هو ايه كتب او ألف قصة عن رجل انجليزي اسمه بقى اسمه فيليس فوق he takes a challenge to travel around the world in just 80 days وطبعا ايه بدأ ياخد تحدي بقى وياخد تحدي معه يقول انه يلف العلم في كم يوم في 80 يوم this sounds easy to die بالوقت الموضوع ده سهل but at the time لكن في الوقت بتاعهم ساعة 1872 there was no cars or planes ولا كان فيه سيارات ولا كان فيه كطارات قبل بقى هالتاريخ الرحلة هنا يولي لندن to Swiss Egypt يعني من لندن الى السويس في مصر train and ship ركب قطر و سفينة خد كم يوم seven days Swiss to India من السويس بقى للهند طبعا ركب ايه ship سفينة 13 days خد 13 يوم India to Hong Kong من الهند لHong Kong طبعا ايه راح بالترين والship للقطر وليه والسفينة خد كم 16 days 16 يوم Hong Kong to Japan من Hong Kong لليابان طبعا عن طريق السفينة لوها ship وخد كم يوم six days Japan to ZY USA من اليابان لامريكا طبعا باي ship وخد كم يوم 22 days across ZY USA عبر امريكا بالولادة المتحدة الامريكية طبعا باي train استغرق كم seven days USA to London لما طلبها من امريكا عشان يرجع لندن تاني باي ship بالسفينة nine days خد كم حوالي تسعة ايام leave on 2nd October هو بدأ او غادر في يوم 2nd October return on 21st December ووصل 21 December when Phyllis Fogg takes the ship back to London لما طبعا اخذ السفينة ورجع لندن from ZY USA من امريكا there is a big storm كان فيها عصفة قوية اتسي في البحر and he arrives in London one day late وصل لندن متأخر يوم on 22nd December يوم 22 December but he made a mistake لكنه ارتكب خطأ because he traveled east around the world هو كان بيسافر عبر الشرك 2nd في العالم it's one day earlier than he thought فبالتالي هو وصل اليوم بدري عن مكان معتقد so the completion of the challenge on time فبالتالي هو كمل التحدي بتاعه في الوقت المناسب نجي بقى نحلها السيلة على الجزء الخاص بكلمات هنحل حوالي 15 سؤال زي ما تعودنا وقفل في الفيديو حل لوحدك الجزء اللي ظهره قدامك بعدك طبعا بعد ما تذاكر بعد كده شغل الفيديو تاني ويعرف الحل بتاعك صح والغلط ويعرف السبب بتاع الحل نبدأ مع أول حاجة number one the Egyptians are designing a no outline that leads the two المصريين صممهم هزولك خط السكة حديد يعني يؤدي إلى the new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة طبعا هم ما صممهم أو عملهم خط خط السكة حديد يبقى way line letter B تمام وطبعا حبابنا ما ينسوش يكتبهم في التعليقات جابوا كام من 15 في أسلت الريدنج بتاع الدرس التالت والرابع الخاصة بالوحدة التسعة والإعدادي وهي نكتب اسمنا وجنبها المحافظة بتاعتنا عشان نشوف أكبر تواجد لأي محافظة موجودة في مصر على قناة بتاعتنا هي بقى ايه تمام number two today the not is sunny but it is nice لكن النهاردة الطقس كان ايه كان مشمس لكن دلوقتي بقى ايه لطيفة أو بقى أفضل أو بقى جميل الطقس هنا عنها ايه يا نيوزبيبر أنا قرأت معلومات كتير عن التلوث في خاص بالجريدة طبعا يبقى مقال اللي هو ايه article letter A number four we said by the to keep ourselves as world احنا جلسنا بالجوار ايه عشان ندف نفسنا مثلا يبقى ايه طعم بالجوار المدفأ اللي هي lay a fire تمام أو بجوار النار number five fill is fog take a to travel around the world in just 80 days طبعا fill is fog احنا قلنا ايه يعني خاط في تحدي اللي هو ايه take a challenge يبقى letter B number six there is not at the top of the mountain look it's wide بولك يوجد ايه في كمة الجبل انظر انه ايه لونه ابيض ايه لونه ابيض في كمة الجبل طبعا هنا بيكلم على الجليد يبقى ايه snow number seven I looked at myself in the انا بسطت على نفسي فين في المرآة يبقى in the mirror تمام letter B معناها مرآة number eight we can't sail because نحن نستطيع نبحر there is no لانه ما فيش ايه there is no wind ما هو الابحار محتاج رياح يبقى ما فيش رياح letter C number nine you shouldn't drive your car in weather as you won't see well يعني لاجب عند قود سيارتك في ايه في التقسل هون بقى لانك مش هتقدر تشوف كويس هو كده وضح لي ما اللي won't see well لن ترى بطريقة جيدة اذا فيه ضباب يبقى جوة ضباب يبقى foogie letter C تمام number ten صار not a mistake when she answered the questions without reading them well يعني صار اذا اللي يبقى هي هنا ارتكبت خطأ لما طبعا جاوبت الاسئلة من غير ما تكرأ كويس يبقى هنا ارتكبت خطأ يعني ايه يبقى make a mistake بس هنا جابها لي في الماضي يبقى الماضي منها made a mistake number eleven I bought a new jacket to not me warm قول هنا ايه انا اشتريت جاكت جديد عشان ايه عشان يخليني ده ادفع يعني يعني بقى ما اشعر بالدفع يبقى يبقى يقوله يبقى ايه طبعا to keep me warm letter C number twelve when the sun shines لما الشمس تسطع the weather is التقسي بيكون ايه الشمس تسطع يبقى التقس ايه مشمس يبقى sunny تمام number thirteen after Sammy not out of the sea he dried himself with a towel بعد طبعا ما سامي خرج من البحر طبعا هو اجافف نفسه باستخدام الفوطة يبقى هنا ايه يا طرق made out gave out came out ولا بتاوت طبعا هنا came out يعني يخرج من number fourteen it's important it's important to note on a head in the desert as it protects you from the sun من المهم انك طبعا تعمل ايه يعني اقولك يعني اتلبس قبع يعني في الصحراء as it protects you from the sun لانها بتحميك من الشمس يرتدي يعني ايه put on تمام number fifteen today ايه اتنقاط easy to travel around the world in less than 80 days دلوقتي من السهل تمام انها سافر حول العالم في تمانين يوم يبقى هنا ايه it sounds easy يبدو سهلا يبقى تمام ناخد بعد كده القصة الخاص بجرامر الضمائر المنعكسة reflexive pronouns فيه لها اسم تاني فيها وقت بيسموها ضمائر التوكيد سواء كانت ضمائر المنعكسة او ضمائر التوكيد هنتكلم على كم نقطة خاصة به اول حاج الضمائر دي يا جماعة بتعود على فعل الجملة يعني ما اجيبش الضمير انا لما اشوف الفعل الاول عشان اجيب الضمير المنعكس اللي يخصه ده هو النقطة النقطة التانية الهدف من الضمائر المنعكسة هو التأكيد اكتب كلمة في جنب كده يبقى تعود على فعل الجملة وتستخدم لإيه للتأكيد كمان ان الفعل طبعا بيأكد ان هو اللي قام بالفعل ده النقطة التالتة غالبا بتيجي في نهاية الجملة قبلها كلمة غالبا مش دايما تمام نشوف بقى كده عندنا مثلا يقول لي انا قمت بتلميع الحزاء بنفسي هو اجاب عشان بدأ في الاول بقول اي انا يبقى انا عملت الحاجة بنفسي بأكد ان اللي عملتها تمام كل ضمير فاعل خدناها قبل كده ليه ضمير منعكس خاص بي عندي كم هنا ضمير فاعل عندنا سبع ضماء اي هي shi it you he say طيب هنا ايغل لي انا هتبقى myself بنفسي هي هو هتبقى himself بنفسه she هي هتبقى herself بنفسها it هو او هي غير العقل هتبقى itself بنفسه او بنفسها لغير العقل طيب بعد كده الفعل you بمعنى انت او انت هتبقى yourself بنفسك او بنفسك you بمعنى امتم او انتنا هتبقى yourself بانفسكم او بانفسكنا. نحن بانفسنا. هم او هن تبقى بانفسهم او بانفسهن. تمام? نشوف المثال. هي علمت نفسها ان هي تكلم الماني. تمام? يبقى اجاب لك هنا عيد على مين? على شي. يجب ان احنا نقوم بطهي الطعم بانفسنا. خلي بقى لكم اجابش هنا باي. يعني ممكن اجيب باي وممكن ما اجيبهاش والاتنين صح. تمام? يبقى اول حاجة للضمار المنعكسة لما يكون باستخدامها لايه? للتأكيد. ممكن استخدم الضمار المنعكسة لما يكون المفعول هو نفس الفاعل. واحدة واحدة هنا بقى. انتو فاكرين ان الفاعل مش كان ده بيجي في اول الجملة زي كلمة هي مثلا ايوة. الفاعل مش هو اللي قام بالفعل. تمام. الفاعل بيجي قبل الفعل مظبوط. وما ايه المفعول? المفعول هو اللي وقع عليه فعل الفاعل. ده اول نقطة. وبيجي بعد الفعل. تمام? طب هو ممكن المفعول يبقى نفس الفعل. ايوة. شوفوا الامثال كده. هو سوه فيقزي نفسه. هو اللي هيكون بالازاء والله هيقع على الازاء نفسه. تمام? يبقى ممكن اجيب هنا ضمار من عكس. لما يكون الفعل هو نفس المفعول. هي شافت نفسها في المراهة. من اللي بيشوف هي وشافت من نفسها. تمام? يبقى جاب لي هنا ضمار من عكس عشان الفاعل هو نفس المفعول. خلي بالك بقى في جملة الامرية. جملة الامر. لو كان المخاطب مفرد بنجيب يورسيلف. ولو كان جامح نجيب يورسيلفز. مثلا. يعني نقضي قليل من الدقائق في اعداد نفسك. طب لو موجه لناس كتير في اعداد انفسكم. يورسيلفز فور اكسرسايز. بنجيب الضمار المنعكس بعد باي. بمعنى بمفرده او بدون مساعدة. يعني مثلا قوله. باي همسيلف معناها. on my own او الون او without any help. مثلا. I went shopping on my own. يعني الون. انا روحت ايه? للتسوق بنفسي لوحدي. he lives on his own. الون او باي همسيلف. هو بيعيش لوحده او مع نفسه فقط. ديد علي بنت ذات picture. هل علي قام بتلوين الصورة ديت. on his own بنفسه. يعني without in help بدون اي مساعدة. ملحوظة كمان خاصة بالضمار منعكسة. يقول هنا ايه? يمكن ان تستخدم الضمار منعكسة بعد حرف الجر مثل on for after. the girls looked after themselves. يعني البنات. looked after تعتني بانفسهم. always depend on yourself. دائما اعتمد على نفسك. ولكن لا تستخدم الضمار منعكسة مع حرف جر مثل ايه? مثل with. وتستخدم الضمار المفعول بدلا منها. مثلا bring your jacket with you. او with yourself. يعني ايه? يعني احضر الجاكل بتاعك ايه? معك او مع نفسك يعني. طب فيه تعبير بقى بيستخدم فيها الضمار منعكسة زي ايه? enjoy yourself. يعني استمتع بوقتك. take care of yourself. اعتني بنفسك. help yourself to. ساعد نفسك او تفضل باخذ كزا. make yourself at home. تصرف وكأنك في منزلك. behave yourself. تصرف في ادب او تأدب. جيد الوقت دورنا مع حل اسيلة على الجزء الخاص بجرامر. يريد تذكر القاعدة كويس. واقف الفيديو. حلل اسيلة لوحدك. بعد كده شغل الفيديو تاني. عشان تعرف اجابتك صح والغلط. وعشان تعرف السبب بتاع الحل. نبدأ مع اول حاجة. number one. we enjoyed not when we went sailing. هزولك حنا استمتعنا بوقتنا لما رحنا ليل الابحار. واجاب لي في الاول وي. تمام? بده الجاب لوي في الاول يبقى ايه? يبقى ourselves. letter c. تمام? number two. the birds sleep in caves to protect from eagles. الطيور تنام في الكهوف لكي تحمي نفسها من النصور. خلي بالك. هنا في الاول يقول لك ايه? the birds. طب the birds هنا لو هحط مكانها ضمير. ضمير ايه? بمفروض يبقى ضمير they. تمام? طب لو هنا مكتوب كلمة they. هجيب ضمير منعكس بتاعها ايه? هجيب themselves. تمام? يبقى لما يجيب لك اسم في الاول شوفها ايه الضمير اللي يحل محل الاس. وحل هذا الاساس يختار ضمير منعكس بتاعه. تمام? number three. I made not some salad for lunch. هزولك انا ايه? انا زي يقول لك عملت بعض الصلطة ليه? للغدا. خلي بالك انا عملت بنفسي يعني محدش ساعدني. لاني يقول هنا في الاول اي. يبقى اي هتاخد ايه? myself. number four. صارة هذا جاكت. صارة عندها جاكت عشان ايه? تحافظ على نفسها دافئة. هنا صارة اجيب لحظة منه منعكس ايه? اجيب herself. تمام. number five. would you like to make a cup of tea? هل تحب ان ايه? انك تعمل لنفسك في نجان من الشاي? يبقى ايه? make yourself. يبقى هنا ايه? تمام. number six. he puts on a hat to protect. هو بيضع قبعة او بيرتدي قبعة اللي كي يحمي ايه? هيحمي نفسه. يبقى himself. letter a. number seven. she did her homework. هي عملت الواجب بتاع ايه? بنفسها. يبقى هنا herself. letter b. number eight. you both can see in a mirror. انتم الاتنين ممكن تشوفوا ايه? هتشوفوا نفسكم انتم. يبقى هنا you مقصود بها جنب. يبقى المدرس اخبر التلاميذ ان هم ايه? behave. يعني يتصرفوا تصرف جيد يبقى behave ايه? themselves. لان themselves عادة على مين? على students. والstudents ممكن رحطها قبلها او مكانها يعني they. يبقى هنا they تاخد themselves. number ten. she taught not to speak english. هي طبعا علمت نفسها تتكلم انجليزي. يبقى she taught ايه? she تاخد ايه? تاخد herself. letter b. تمام. number eleven. did you enjoy? not add the funfair. هل انت طبعا استمتعت بوقتك يعني في الايه? في الملاهي funfair. هو بقولك did you? يبقى did you enjoy? yourself. letter a. تمام لان you موجودة هاجيب yourself. number 12. i cleaned the kitchen alone. انا امت بتنظيف المطبخ ايه? بنفسي. this means معنى كلام ده. i cleaned it by. يبقى انا اضافته ايه? by myself. يبقى letter a. نجيب على كده سؤال read and correct the underlined words. اقرأوا صحي الكلمة اللي تحتاخد. او الجوم اللي عندي يقول لي ايه? we cooked yourself dinner on a fire. جايب لي في الاول we. بدل جايب لي في الاول we. يبقى لازم ان اكون عارف ان انا هكتب ايه? هكتب ضمير منعكس. يعود على we. يبقى هنا we تاخد ايه? تاخد our selves. تمام. number two. i didn't buy this cake. i made it on myself. فهيقول لك هنا انا لقم اكم بعمل بعمل هذه كيكة. i made it on myself. احن هنا لما اجيب ضمير منعكس اجيب قبل حرف الجارة هاجيب ايه? هاجيب كلمة buy. تمام? يبقى buy myself. number three. she took a photo of themselves. هي اخذت صورة ايه? هي بنفسها. يبقى فروض هنا تبقى ايه? تبقى her self. تمام. number four. the cat is cleaning myself. القطة تقوم بتنظيف ايه? نفسها. يبقى هنا تبقى ايه? هتبقى هنا itself. تمام. لان هنا غير عاقر. تمام. number five. علي. do homework by herself. يعني علي. كم بالواجب ايه? خباك ده امر. يبقى بنفسك. يبقى ايه? يوفرد هنا تبقى yourself. تمام. number six. the children made these toys itself. الاطفال عملوا العبديت بنفسهم. بنفس الاطفال. the children هنا مفروض اشيلها وحطوا مكانها ايه? احطوا مكانها ذي. طب لو ذي موجودة هاجيب ضمير منعكس يعود عليها ايه? طبعا them. تمام? selves. مزبوط تمام. يبقى ايه? بعد كده number seven. هي مونة اقول عليها همسلف مونة بترسم بنفسه? لا بنفسها. يبقى هنا ايه? هير سلف. يبقى شغل كله يا جماعة معتمد على مين? على ضمير الفاعل اللي في الاول. number eight. هبا عندو مونة دول اتنين خلي بالكم. هما بينظفهم بانفسهم. قبل هنا. with. قبل themself. اذا مفروض اجيب ايه? اجيب كلمة buy. تمام? number nine. did you take the photo? buy himself. هل انت اخذت الصورة بنفسه? لا بنفسك. يبقى ايه? يبقى your self. تمام? number ten. I bought themselves a cold drink. انا اشتريت بنفسي مشروب بارد. بنفس انا. يبقى ايه? the correct answer from a b c r d. خلي بالك. عشان تحل السؤال ده احنا اتفقنا قبل كده. اقرأ السؤال باختياراته قبل ما تسمع اي نص معين عشان تجاوب عليه. لما اقرأه باختياراته هفهم الموضوع بيتكلم على ايه? بعد كده لما مصر يجي يقرأ لي الكلام هبقى انا عارف انا بقرأ عن ايه او باسمع عن ايه فيحل صح. الموضوع موجود في نهاية الكتاب بس انا هنطبقه عامل مع بعض. المفروض دلوقتي انت توقف الفيديو. افترض انت وقفت الفيديو دلوقتي وقرأت الاسئلة باختياراتها. اقرأ لك نص listening من حول ثلاث سطور وحاول تختار اول بول تمام? اول حاجة هنا بيبدأ اللي في الاول يقول لي نص بسيط خالص حول ثلاث جمل جاب لي فيه كم معلومة احاول بقى ايه? ابدأ واحدة واحدة احل. اول حاجة هنا نمبر ون. يعني امتى بدأت تمارس اللي هو رياض ترحال فين في الجبال? طبعا اول ما بدأ كان اللي ايه? اللي يصر ده. يبديت لطرق ايه? تمام. what was the weather like when you started? الطاقس كان عامل ايه? لما انتم بدأتم. طبعا الطاقس كان ايه? كان مشمس. يبقى هنا صاني. تمام. نمبر ثري. هل انتم وصلتوا للقمة? هو جايب لك هنا سؤالة وليس ونو بس على حسب الفهم بتاعك. مش هو الف الجملة اللي انتم فاكرين. when we got to the top لما وصلنا القمة. ازان هم وصلهم يبقى ايه? yes we did. نمبر ايه? نمبر فور. what did you see? ايه? اذا طب. اترى انتم شفت ايه? فين في القمة? طبعا هو شاف ايه? هو شاف dark clouds. يبقى لتر سي. تمام. نحن اللي بعد كده اسلة تشوز. نمبر ايه. انا مشتريتش الكيك هاديت لكن عملتها ايه? بنفسي. يبقى ايه? ضمير ايه ياخد ايه? ياخد myself. ايه? نمبر ايه? نمبر ايه. هل انت ازيت ايه? يبقى المفروض هنا اقول ايه? ايه? تمام. نمبر ثري. ايام شور. انا متأكد ان ساميرا عملت الفنجان الشايه ايه بنفسيها ساميرا? يبقى ايه؟ يبقى ايه? اي very self. لتر بي. نمبر فور. اي بالتجار Florence. انا استدخوا Bis مبكرا وهي? وعملت النفس الفطار. يبقى ايه? made myself. تمام؟ نمبر فايف. ان تبقى وليها نبدن نقدر مكانة الرؤمنه على السلد. لما يبقى في ايه نستطيع ان نرى اثناء على ايه. على الأرض يبقى لما يكون فيه جليد يبقى snow الأرض كانت ايه بعد المطرة بالأمس طبعا الأرض كانت راتبة يبقى مبللة يبقى لتربي يعني أختي يعني يقولوا جرحت رجلها أو أزت رجلها وممتدرش تمشي يبقى hurt her leg أصدقاء بيقولهم أن تسلق الجبال ليس آمن لكن أنا قررت أخذ التحدي يبقى take that challenge تمام نمر 10 I read a or an in the newspaper about modern inventions أنا بقرأ أو قرأت ايه في الجريدة عن الإختراعات الحديثة يبقى I read an article letter B تمام نمر 1 I'm sorry tamer hurt itself أنا آسف tamer ايه أزى نفسه خلي بالك هو tamer اللي بيأزي نفسه يبقى مفروض تبقى ايه تبقى himself عشان tamer ده ولد بيعود عليه الضمر منعكس himself تمام نمر 2 did you write this passage by herself هل أنت كتبت القطعة دي أو الفقرة دي يعني بنفسك وبقولي هنا did you يبقى هنا تبقى ايه تبقى yourself ما ينفعش أقوله أصلاً ايه بنفسها تمام نمر 3 you don't need to drive this car it drives herself أنت مش بحتاج تقود السيارة دي ليه it drives ايه هي بتقود نفسها بنفسها ما كنت تكون سيارة آلية مثلاً يبقى ايه يبقى itself لأن هنا بكلم على حاجة غير عاكل تمام itself نمر 4 we bought themselves a new car احنا اشترينا بأنفسنا طبعاً هنا themselves غلط مفروض تبقى ايه تبقى ourselves تمام اشترينا بنفسنا احنا يعني تمام بعد كده سؤال البراغراف write a paragraph of about 80 words اكتب براغراف من 80 كلمة عن ايه a trip with your friends رحلة مع اصدقاء طبعاً احنا قرأنا قبل كده عن الموضوع دي عن الرحلة اللي قلناها في نص كمان ممكن تجيب فخر الكتاب هتلاقي الموضوع مكتوب خذ منه افكار خذ بعد ما تكتب الافكار دي هتفورها ابدأ اكتب موضوعه لوحدك سيم مسافة بين الكلمات اول حرفة من كل جملة يبقى capital ما تغلطش في grammar ولا في ولو عمتك اصفصار اكتبهولي في التعليقات اسفل الفيديو وان شاء الله هنرد عليك فار بوقتي بإذن الله نكمل بعد كده اهم الكلمات اقرأ كل كلمة مرتين زي ما احنا متعودين ايميل ايميل سجيسشن سجيسشن انترودكشن 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 لتر لتر سيركل 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 جراندد جراندد ألبوم ألبوم تشيس تشيس ماجازين ماجازين ستيشن ستيشن سوال بوقتي بقى على قطعة اللي فات اول حاجة نمبر ون طبعا نجيب لي خمس كلمات زي ما قلنا واربعة سيلة ففي كلمة زيادة اقرأ الكلمات افهم معناها بقى اقرأ الاسيلة واشوف الكلمة المناسبة في المكان المناسب ماجازين يعني مجلة البوم اللي هو الالبوم ستجيسشن اكتراحات ستيشن محطة سيركل دائرة نشوف اول حاجة بابا وضع الصور بتعته في ايه طبعا هي اضحه في البوم ببداية نمبر ون نمبر تو طبعا مفروض هنا عمل اكتراحات بيبقى حاجة جاملة او وسط الازدقاء نمبر ثري أنا كتبت عن التدخين في ايه خاص بالمدرسة مجلة المدرسة يبقى سكول ماجازين نمبر فور كتور اسكندريا غادر المحطة في الوقت المحدد يبقى نكمل بعد كده هام الكلمات في لسن 5 and 6 بريفر بوس بوس ريس بوند ريس بوند ساويند ساويند باسكتبول باسكتبول بارك بارك سكتبول سكتبول ريس بكتبول 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 دير 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 ريس بكتبول 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 بعد كده ملحظات عامة على نص الريدينج والليسنينج أو الحاجة يتطلع إلى بيجوارها اسم أو فعل في آي نجي مثلا أنا أبقى تطلع إلى الزيارة أصوات مثال كمان نحن نتطلع إلى أجازة الصيف النقطة الثانية زائد المصدر يعني يفضل أن أنا بفضل أن أقوم بعمل رياضة أنا بفضل أن ألعب شطرنج يعني أنا بفضل أن ألعب شطرنج خليبك بقى فيه كلمات بتيجي مع كلمة ميك وطبعا ميك بيتغير معناها حسب اللي بييجي معاه يقولك ميك نوت ويدون ملاحظات ميك ستجيسشن وقدم اقتراحات أولا تاني ميك ستجيسشن ميك أسينتنز يكون جملة ميك أسبيشل بريزينت فور يصنع هدية خاصة لي ميك أفوتو ألبوم يصنع ألبوم سور ميك أبريزنتيشن يجهز عرض لاحظ بقى فيه تراكب لغوية للتعبير عن الاقتراح يعني ميكينج ستجيسشن عشان اعمل اقتراح بقول ايه لما تستعمل بقى زي يقولون اقتراحات فيه أكثر من طريقة مثلا لتس زاد المصدر هيا بنا مثلا لتس بلاي تينيس هيا بنا نلعب تينيس النقطة التانية يعني هاو أبوت ما رأيك أو ماذا عن لما أقول يعني ماذا عن لعبة كرة البسكتبول نمبر ثري زاد المصدر لما لا نفعل مثلا لما لا نذهب إلى رياضة ركوب الأمواق زاد المصدر طبعا هيا بنا هلا فعلا هلا فعلنا هنا بقى هلا فعلنا مثلا او هلا مرنسنا الغطس تمام يبقى بيجي ورها ايه مصدر دي الطرق ايه عمل اقتراح هنا بقى important expressions and propositions تحبرات وحرف جره همة forms of transport وسائل مواصلات the most dangerous الاكثر خطورة good at جيد في give a presentation يقدم عرض I'm really excited انا متحمس حقا by the beach بجوار الشاطئ have tennis lessons يأخذ دروس في التنس would like يفضل او يود نكمل respect other people's opinions يحترم اراء الاخرين put in order يرتب respond to suggestions يرد على الاقتراحات reply to رد لي write to me soon راصلني قريبا end an email ينهي رسالة بريد الكتروني see you soon اراق لاحقا او قريبا plan for يخطط لي نجب على الناس reading الموجود في lesson 6 حبار عن رسالة طبعا هنا بقول لي from maher رسالة الكترونية بريد الكتروني to kareem الى kareem الموضوع subject your visit زيارتك dear kareem يعني عزيزي kareem اللي بقوله الكلام دا مين maher I'm really excited انا متحمس جدا that you are going to come and stay with us next week انا متحمس ان انت هتيجي وتعد معنا الزبار قادم I'm looking forward to seeing you again اتطلع الى رؤيتك مرة اخرى what time is your train going to arrive الاطرة هيوصل الساعة كام we can meet you at the station ممكن نقبلك في المحطة our new home is by the beach المنزل الجديد بتاعنا بجوار الشاطئ we can go swimming ممكن نذهب العليه الى السباحة everyday كل يوم there are lots of other things to do يعني في الكثير من الاشياء الاخرى نقوم بها how about going windsurfing or diving ايه رأي ايه رأي كننروح يمارس رياض الغطس او ركوب الاموان بيكمل انثار ازاي يوم الخميس granddad is going to visit us يعني جده هزورنا let's make him a special present يلا نعمل له اي بقى زي بولهم هدية خاصة why don't we find the photos of ourselves and our other cousins ليه ما نجهسي صور لينا والايه والاولاد عمنا we can make him a photo album وممكن نعمل له البوم صور see you on saturday اراكا يوم السبت from maher من ايه من ماهر جده دورنا نحل اسئلة على ايه الجزء الخاص بكلمات lessons five and six وقف الفيديو حلل وحدك بعد كده شغل الفيديو تاني بعد ما تذكر طبعا وعشان تعرف السبب بتاع الحل وتعرف اجابتك صح ولا غلط اول حاجة نمبر ون mom loves cooking food very much يعني ماما تحب الطهي كثيرا جدا so i always read about food شانك انت دايما ايه بقرأ عن الايه عن الطعام يبقى هنا ايه المفروض هنا i always read ايه يبقى ايه بقرأ مجلات عن الاطعم يبقى letter c نمبر two please can i get off the next ينبقى له ايه لو سمحت ممكن ننزل ايه التالي طبعا المحطة التالية يبقى get off يعني ينزل من وسيلة معينة في المواصلات يبقى get off the next station تمام نمبر three i collected ولكن انا قمت بتجميع نقط اللي يفوتوا هنا الاول my family photos and put them in a note يعني جمعت الصور بتاع العيلة وضعتها في ايه طبعا اضحها في البوم يبقى لتربيه تمام نمبر four ماهر عايز يعمل هدية خاصة ليه لجده يبقى ايه special present تمام طب ليه ما قلتش برايفت معاني برايفت معاناها خاص لأ برايفت هنا ملكية خاصة نمبر five always check your final email for any in spelling or grammar يبقى لك دائما اتأكد من الاميل النهاية بتاعك لأي اخطام ممكن تكون موجودة في ال spelling او grammar يبقى ايه mistakes letter b تمام نمبر six granddad is going to know us on thursday جدو هيزورنا يوم الخميس يبقى going to ايه to visit us يزورونا نمبر seven we learned to لقد تعلمنا أن older people it's polite to do that من الادب نحنا نقوم بكده يبقى we learned to ايه المفروض احنا تعلمنا نحترم يبقى respect letter c نمبر eight that not easy to practice your sport in your free time طبعا هنا ايه طبعا يبدو من السهل انك تمارس رياضتك في وقت فراغ يبقى ايه that sounds easy انه من السهل ايه نمبر nine we usually start the email with the word نحن عادة يعني ايه نبدأ الاميل بكلمة ايه طبعا نبدأ بكلمة دير عزيزي او عزيزتي نمبر ten there are many of transport nowadays يوجد العديد من ايه المواصلات هذه الايام المفروض ان اشكال المواصلاتي بقى ايه يبقى forms of transport letter a نمبر eleven one of the note of the underground is that it is cheap clean and fast يعني ازاولك احد المميزات بتاع طبعا المترو النرخيص ونظيف وسريع يبقى ايه يبقى هنا advantages letter a نمبر twelve he thinks that reclining is a bit scary هو بيعتقد ان تسلق الجبال او تسلق الصخور هنا الا حد ما يعني مخف قليلا a bit قليلا مقدر قليل he would rather another sport يعني هو بيفضل ايه يعني يجرب او يشوف رياضة تانية يبقى هنا ايه ودرازر ايه مفروض هنا do لان sport بيجي مع ايه do تمام نمبر ثلاثين our science teacher مدرس العلوم بتاعنا us some suggestions about our trip to the science museum مدرس العلوم بتاعنا هزولك ايه يعني عمل اقتراحات عن ايه عن رحلة الى ايه متحف العلوم ايه زي بقى اجيب كلمة مع كلمة suggestions عنتي بقى معناها بيقوم بعمل اقتراح فاكرينها made some suggestions تمام letter c نمبر فورتين انا بفضل امارس رياضة تينس يوم الاثنين خباكم would prefer to زي در المنظر يبقى letter c تمام نمبر ففتين انا بتطلع الى رؤية عمي او مقابل تعمي قبل الايه بقى قبل الصفر يبقى اسمع ايه looking forward to letter c تمام نقدرنا دلوقتي مع general exercises on lessons 5 and 6 تمام نتعمى عند درس الخامس والسادس اول سؤال زي ما تعودنا سؤال الاستماع هنامل ايه في الاستماع قلتلك اقرأ الاول الاسئلة الموجودة قدامك باختياراتها قبل ما حد يقرأ لك اي حاجة بعد كده اسمع الجملتين ثلاثة اللي هقولهم لك وبعد كده هتقل الحل بنزال لك بسيط جدا لانك خدت معلومة عن الشيء اللي انت بتسمعه نشوف اول حاجة طبعا هنا افترض انك دلوقتي قرأت لا سيلا باختياراتها اسمع ان هقول ايه عشان تقدر تحدد هتختار ايه صح تمام اول حاجة هنا بقول لي كريم ده جايب اليه بالاطر تمام نشوف اول سؤال عندنا بقول لي هنا من اللي بيتطلع انه هو يقابل كريم انا بكلم على مين على ماهر يبقى لتر بي تمام كريم is coming from كريم جاي منين طبعا جاي هنا من اسكندرية بقى الكزندرية نمبر ثري when is kareem coming كريم هيجي امتى قلنا طبعا غدا يبقى ايه tomorrow نمبر فور how is kareem coming by هنا بقول لك ازاي كريم بقى coming هيأتي فقل ايه by طبعا by train يبقى لتر ايه تمام نجيب على كده ناخد بقى الخاص بالايه المحادسة واتفقنا قبل كده عشان تحل المحادسة في اكتر من طريقة تحل بيها المحادسة هنقولنا لو اتبعت الخطوات ديت ان شاء الله مش هيبي عندك مشكلة خالص اول حاجة بتكتب على يمين كده خطوات تكوين السؤال زي ما انا كنتبنا خمس خطوات قد تستفهم فعل مساعد فعل فعل الاساسي تكمل ديت حاجات نظرية هبدأ اطبقها عملي دلوقتي طب الخطوة التانية اقرأ العنوان اللي فوق اللي هو قبل المحادسة اللي هو انا احضر له لك دلوقتي لبقى ليه سالم عند امير سالم وامير بيكلموا عنه ممارسة ولعب الرياضة طب الخطوة التالتة اقرأ المحادسة بالكامل من غير محل ولا كلمة وبعد كده ابدأ بقى اتعامل مع المحادسة واقرأها تاني سؤال باجابة طب انا بقرأها ليه من غير محل ولا كلمة في الاول عشان فيه احيانا اسئلة ايجابتها بتبقى موجودة في اخر ايه نقطة خاصة بنقطة الاولانية تمام نشوف كده سالم بيقول هنعمل ايه غدا فطبعا امير رد عليه فطبعا سالم قال له وانت كويس في لعب البسكتبول اذا انفوق قال له ايه قال له احنا كده هنمارس رياضة البسكتبول فهنا الاحال يبقى ايه يعني هيا بنا اللي هو اللي كترح لقولنا عليه من شوية فطبعا قال له هو انت كويس في لعب البسكتبول طبعا امير رند عليه رد معاين وقال له هو انت بتحب تلعبها اذا هنا هيقول له ايه اكيد هنا هيقول له طبعا هل انت جيد في لعب البسكتبول يبقى المفروض هنا هيقول له ايه هل انت بتحب لعبة بسكتبول طبعا هيقول له ايه رد معاين انا مش عارف هو وافه ولا رفض بس يكمل كده ولك ايه بطيام نوت طول انف بس انا مش صولي بالقدر الكافي اذا هنا هيقول له هيقول له ايوة طبعا يبقى يقول له ازاي طبعا زي ما احنا عارفين اسهل سؤال اللي هو الاجابة بيس ونو لانه بكتب يس وروح اعمل ماس دو يو هتبقى اي دو تمام امير قال له انا كمان مش طويل لكن ايه بتدرب وتمرن علىها كتير وبعد كده سالم سهل سؤال رد امير قال له انا بمارس الرياضيات يا اما في المدرسة يا اما في النادي خلي بالك وانت بتخلي بقى اول حاجة خلي بالك انا بقول له انا بمارسة فين في المدرسة او في النادي انا عايز بقى اعمل تكوين سؤال لهم الخمس خطوات دول هكوينهم ازاي ابدأ بقى واحدة واحدة اول خطوة اداة السفان اهم نقطة في تكوين السؤال هي تحديد اداة السفان المناسبة انا بقول لك في المدرسة مش ده مكان ايوة يبقى سالبوير تمام طيب بقى يقول لك ايه رقم اتنين فعل مساعد هل في هنا في الجملة مفيش هستعين بدو او بضس او بدد وطبعا هنا فعل مدارع مصدر هاجب دو يبقى وير دو بعد كده الفعل اول الكلام اي يبقى ايه وير دو يو حول اي لا احول اي الى يو وير دو يو يبقى ده الفعل اللي هو رقم تلاتة رقم اربعة فعل اساسي ولو كلمة ايه براكتس اللي هي بعد الفعل على طول وير دو يو براكتس والتكملة اول مفعول اللي هو ايه ات تمام بعد كده سالم سأله سؤال تاني امير قال له اي براكتس ات ايفري داي انا ببارسها كل يوم نفس كلام برضو حدد اداة الاستفام المناسبة ايفري داي كل يوم تمام هسأل عليها فاكرين بايه اه هسأله مصر بهاو اوفن كم عدد المرات برافو عليكم زي يو جوالي وكلام ده كله باسأل عليه بايه بهاو اوفن كتبتها اوفن في الاول بعد كده ويقول لك فعلا مساعد زي اللي فاتت بالزبط اي براكتس اتبقى ايه دو يو براكتس برافو عليكم ايبانا دلوقتي لما بابدأ وامشى على الخطوات بتاع تكوين اللي السؤال في المحادسات واركز اوه في الخطوات وللتو عليها في طريقة الحل ان شاء الله الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك اوي نجيب عليك ان نحل سؤال نمور ون نقطة افرين ازولك هنا الايميل لما بتخاطب زميلك يعني وتقوله في الاخر تقوله ايه تقوله طبعا دي بتفخر ليه الايميل يبقى هنا يبقى ايميلك لزميلك عادة بينتهي بتعبير نمور دو الكطار لاسوان بيغادر ايه الساعة سبعة هيغادر ايه هيغادر المحطة اكتبه في ذات الايميل بتاعك طبعا الباكت المقدمة يبقى ايه تمام نمور فور بعد قراءة القصة بابدأ ادون بعض الملاحظات يبقى ايه تمام نمور فايف انا بشعر بايه لما شوف فريق بيفوز بالماتش طبعا بشعر بالايه طبعا بيبقى عندي حماسة يبقى هنا تمام نمور سيكس ايه جبت هزميني ايه جبت عندها مصر يعني عندها شكال مختلفة من المواصلات يبقى ايه يبقى فورمس اف ترانسبورت نمور سيبن اي درازر سبورتس انا بفضل امارس الرياضة في الاجازات كلمة سبورتس بتاخد الفعل ايه قبل كده كتير اوي دو طبعا تمام نمور ايت هل ممكن نقوم بتصلك الجبال مش ذاك تراح ايبقى وشال وي زاد ليه زاد المصدر يبقى لتر بي تمام نمور ناين يعني ايه ما رأيك في الذهاب الى الحديقة هنا اقتراح بس ايه الاقتراح اللي بيجي وراها اي نجي طبعا شال وي وليتس دول وكان وي بيجي وراه المصدر يبقى ها وابوت لتر سي ها وابوت او وات اباون الأطفال بيرتدهم قبعة عشان يحموا ايه في رمزة صن يحموا نفسهم الأطفال دول اشيلهم وعطوا مكانهم داي يبقى جيب ضمير منعكس او ايه او ضمير التوكيد اللي هو ايه اجيب تمام بعد كده سؤال الرابع اقرأ اوصح الكلمة تحتها خط هنا مصر ان هنا بيجارها ايه بيجارها الفعل في ايه او اي ان جي يبقى seeing نمبر 2 ايه بريفير بلايينج تنس احنا قلنا او ات بريفير زائد ايه تو زائد المصدر يبقى تو بلاي تمام نمبر 3 هي طويلة وجيدة جدا في البسكتبول طبعا هنا الألعاب رياضي بيجاب لها ايه هاقول هنا add بسكتبول نمبر 4 let's spending good time together هيا بنا نقض وقت ايه جميل مع بعض خلي بالكم let's زائد المصدر يبقى المفروض تبقى ايه تبقى تمام لان let's من الاقتراحات اللي بيجو وراها ايه مصدر الفعل احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو انت تنسى عمل لايك الفيديو تشترك في القناة تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته